طبعاً أكيد مزر قلق في أي مكان أنا في الحقيقة برضو كنت الفترة الماضية دي دكتور عبد الرحيم انشغلت شوية في المادة الإعلامية التي يستخدمها داعش للسيطرة والاستحواج على عقول الشباب وكنت قاعد مع متخصصين حقيقة في صناعة متخصصين في صناعة المادة الإعلامية وكنا نرصد وبدقة كل ما بث من داعش سواء الكسسبة ولا غيره ولا غيره نتعرض له بالتحليل والنقد والتدقيق الدقيق جداً في كدر كاميرا واستخدام الكاميرات نفسها ونوع الكاميرا ونوع العدسة المستخدمة ثم بعد ذلك الأجهزة التي تم المنتاج عليها وكلها أجهزة يعني عالية الجودان حتى تصل الصورة المبهرة التي تخرج بها داعش مع كل منتج وهذا المنتج كان بيستمر على وسائل التواصل الاجتماعي لساعات ربما ساعة أو ساعتين فقط لغير وبعد كده بيتم حسفه لكن خلال الساعتين دول الشباب بيكون مبهر وتكون وصلت الرسالة وبياخدوا المادة دي يحتفظوا بها على الأجهزة الخاصة بهم وأنا شفت الكلام ده مع بعض الشباب الشاهد أنه الحالة الإعلامية الفريدة من نوعها دي ده ليس لها سابق حقيقة يعني عندنا جماعات إسلامية وتيارات فكرية عاملة في الحقل الدعوة بقالها سنين طويلة جدا لم تصل إلى المكنة الإعلامية كما وصلت لها داعش قنوات فضائية ما شاء الله بينفق عليها مليارات لم تصل إلينا تطلع منتج زي كده كانوا بيعملوا المنتج يا دكتور إيه إيه اللي بينفق عليها مليارات دي قنوات إعلامية موجودة فين يعمل مليارات دي لا ده مثلا يعني مين مثلا هات ليه القنوات الإعلامية مثلا بتاعت السعودية أو بتاعت الإمارات حد منهم يعرف حد يقول ده مكملين حد منهم يعرف يعمل منتج زي ده لدقائق ويوصل للرسالة فورا ويجيلوا شباب من أوروبا يهربوا من أهليهم شباب أصولهم أوروبية يهربوا من لندن ومن ألمانيا ويجوا عشان يدخلوا لدعش لمجرد رسالة بس اللي شافوها في فيديو فأقصد أنه الكلام ده يعني أمر ليس بالهي ورسائلهم كانت تصل إلى مكانها الصحيح استحوزوا على عقول الشباب بهذه الأمور التي كانوا يبثونها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كفيديوهات هنا وهناك